موسيقى موسيقى أهلا أحبانا مشاهدينا سلام ونعمة المسيح مع جميعكم اليوم حديثنا عن شهادة الأجيال وأقصد بشهادة الأجيال أن الشهادة عن يسوع المسيح له كل المجد من جيل إلى جيل إلى جيل حتى مجيء ثانية إلى أرضنا وهذه الشهادات كلها بتشهد عن الخلاص عن محبته عن إحسانه عن غفرانه عن بركاته عن شخصه المبارك وكيف يعتن ويهتم بنا مكتوب عن يسوع المسيح يسوع الذي من ناصرة الجليل كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتصلة عليهم إبليس لأن الله كان معه في إنجيل متى مكتوب عن يسوع المسيح كان يطوف كل مدن وقرى الجليل كان يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت بشارة الأخبار المفرحة يكرز ببشارة الملكوت وكان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب وكان يخرج الأرواح الشريرة بكلمة هذا هو يسوع المسيح كيف ولا نشهد عن الشخصية الفريدة المتميزة الذي لا مثيل له ولا نستطيع أن نقارنه بأي نبي أو أي شخصية أخرى وطبعا من العار أن نشبه المسيح بأي شيء آخر في هذا الوجود فواضح بصمة يسوع مع أن كانت خدمت مجرد ثلاث سنين ونص ولكن البصمة حتى يومنا هذا العديد بل الآلاف بل الملايين الذين تغيرت حياتهم بنعمة المسيح إذ ناله الخلاص والبعض الشفاء النفسي والجسدي والروحي والبعض الآخر اختبر كيف أن الله يسدد الاحتياج وكيف يبارك ويحول كل الأمور للخير شهادة الأجيال هذا ما أريد أن أتحدث عنه في هذه الحلقة ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر قل الرسول بطرس عن يسوع المسيح أنه المعين من الله ديانا للأحياء والأموات له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا هذا هو يسوع المسيح وبتعرف حبائي قبل ما أتكلم عن شخصيات التي تغيرت حياتهم ولربما تكون أنت واحد من المشاهدين أو المشاهدات بتحب تشارك كيف الرب غير حياتك ولو بشهادة قصيرة رح يكون المجال مفتوح لك ولكن خليني أقول أن الكتاب المقدس واضح صريح بيتكلم الحق لأنه كلمة الله نور وكلمة الله حق فإذن الكتاب المقدس يصف الناس يصف البشر مش على أساس الرياء أو الكبرياء ولا على أساس البر الذاتي أو التقوى ولا على أساس مظاهر التدين أو أشكال التدين الخارجي ولا على أساس أعمال صالحة نحاول أن نمارسها وأن نطبقها فالكتاب المقدس يصفنا بكل بساطة أحبائي يشخص حالتنا أن هذه الحالة يسمى الإنسان العطيق الفاسد الذي يسلك ببطل الذهن وأن العالم كله وضع في الشرير ويصف الإنسان أنه أعمى روحيا عايش في الظلمة يصفنا أننا أموات بالذنوب والخطايا نتبع نموس عالمي ونظام عالمي نظام ضد المسيح يصف الكتاب المقدس حالة الناس هالك ضالا أبناء المعصية يصفنا أننا طراب وهكذا في أوصاف في الكتاب المقدس مثلا يصف الإنسان العطيق مقابل الإنسان الجديد يصف الإنسان الخارجي مقابل الإنسان الداخلي أو أحياناً يسمى يسمى الإنسان الباطني وأيضاً يقارن بين الإنسان الجسدي والإنسان الروحي أو الإنسان الطبيعي يعني الإنسان الطبيعي لا يفهم ما لروح الله لأن ليس عنده أو بالأحرى لأن عنده جهالة مقابل الإنسان الروحي اللي اختبر نعمة يسوع المسيح يصفنا الكتاب المقدس أننا أعداء صلحنا بدم يسوع المسيح يصفنا الكتاب المقدس أوصاف كثيرة أحبائي ولكن هذه الأوصاف أن كل تصور فينا شرير لأنه مكتوب ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا فيصف الكتاب المقدس حالة الإنسان مثل ما هو الإنسان خاطئ بعيد عن الله ضال أعمى فاسد عطيق تراب يصف الإنسان ميت هالك ابن المعصية نعمل ونتمم مشيئات الجسد أو بالأحرم مشيئة الشيطان ولكن عمل النعمة بالمقابل أحبائي أنه غير الناس مكتوب وأما أنتم فجنس مختار كهنوت ملوكي أم مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب فالرب دعانا من الظلمة إلى النور من الموت إلى الحياة من الضياع والهلاك إلى الخلاص من العبودية إلى الحرية بيسوع المسيح من الهلاك في جهنم النار إلى الحياة الأبدية مع الرب يسوع إلى أبد الآبدين من اليأس وعدم والبؤس والشقاء وعدم الرجاء والفقر والخطية والظلمة والجهل غير حالتنا إلى مؤمنين صرنا خليقة جديدة أبناء الرب بنات الرب عن طريق الولادة الروحية مكتوب وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصير أولاد الله أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا من الله عمل النعمة الخلاص بالإيمان على حساب ما فعل يسوع بموت الكفار على الصليب إذ مات نيابة عنك وعني أخذ عقابك وعقابي أخذ خطيتك وخطيتي في جسده حتى نكون أبرار أمام الله مكتوب أيضا وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه ثم يقول الكتاب المقدس إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا فعمل المسيح هو عمل التغيير الجذري الثوري الفوري بالنعم أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لأننا عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس فإذن أحبائي كنا أموات أحيانا مع المسيح وفي المسيح أيضا كنا خطاه جعلنا أبرار أمام الله كنصيبنا الهلاك الأبدي صرنا أولاد الحياة الأبدية كنا بعدين صرنا قريبين بدم يسوع المسيح هذا ما فعله الرب يسوع المسيح لماذا؟ لأنه أحبنا محبة أبدية لأنه أحبنا بغض النظر ونحن بعد خطات لأنه أحبنا حتى المنتهى لأنه أحبنا أولا لأنه مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ولكن المشكلة العويصة هي مشكلة الخطيئة التي لوثت وشوهت كل أشكال الحياة وشوهت الصورة فكنا نحتاج أن نسترد إلى صورته نحتاج أن نسترد ونرجع إلى الله وهذا عن طريق الاعتراف بالخطيئة عن طريق التوبة إلى الله والرجوع إلى الإله الحي وعن طريق الإدراك أنه مكتوب فإن أجرة الخطيئة هي موت أما هبت الله عطيت الله هي حياة أبدية انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه يستغرب العالم كيف حصل هذا التغيير وطبعا هذا السؤال كان من أصدقاء كثيرون أصدقائي أنا شخصيا إحنا منعرفك ومنعرف يعني منعرف مضيك شو اللي صار معاك شو اللي حدث معاك باختصار أحبائي أنا كنت عايش في الضياع كنت عايش في الظلمة كنت عايش في كل أشكال وأنواع الخطيئة كنت بعيدة عن الرب مع أنه اسميا اسمي مسيحي ولكن حقيقة كنت لا أعرف المسيح فيستغربون ماذا حصل معك اللي حصل معاي هو بكلمة وحدة النعمة النعمة هي عطية الله المجانية التي لا نستحقها لم نعمل لأجلها لا نستاهلها يعني مهما تحاول يعني استحالة إنك ترضي الله لأنه مكتوب بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه ثم أحبائي مكتوب في رسالة يعقوب من حافظ كل النموس كل الشريعة وعثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل بتقول لي طب ما الحسنات يذهبنا السيئات مش في المسيحية في المسيحية الله قدوس عيناه أطهر من أن تنظر الشر لا شر ولا شبه شر ولا يدخل السماء شيء نجس الله لا يستطيع أن ينظر إلى أي شيء نجس فإذن ما فيش اسمه خطية مميتة خطية عريضة خطية الفحشاء أو الفجور أو الخطية الأصلية أو الخطية العرضية أو الخطية ممكن بسيطة كذبة بيضة كذبة معينة بالنسبة لأله خطية هي ضد الله الغير محدود عقابها غير محدود فلحل هذا الإشكال وهذه المعدلة أن الله رتب الفداء قبل خطية آدم وحواء رتب الفداء حتى أنت وأنا لا نهلك وذلك عن طريق التجسد أن المسيح جاء في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا مولودا من امرأة من مريم المطوبة القديسة العذراء مولودا تحت النموس اللي تم من نموس بالكامل ولا أي خطأ فيه ولا أي عيب لأنه هو حمل الله الكامل الكامل بالعيب الذي يرفع خطية العالم جاء أحبني وأخذ مكاني واستطاع أن يرضي المطالب الإلهية والعدالة الإلهية غطى وسطر عيوب وخطياي هذا ما حدث معي إخوتي وأخواتي تغيرت حياتي وهذا التغير كان واضح من ثلاث علامات أولا ابتديت أشهد عن يسوع المسيح مباشرة طب انبارح من ساعات كنت عايش في الخطية وأتلزز بالخطية وأتمتع بالخطية في لحظات لو موت كنت أدرك كل الإدراك أنه أنا رأي على الجحيم ولكن لحظات أخرى تغيرت حياتي بشكل ثوري لدرجة لم أستطع أن أحتفظ بهذا الاختبار لنفسي أردت أن أشارك الآخرين ما حدث معي كيف الرب غير حياتي العلامة التانية أحبائي الرب وضع في قلبي محبي غير عادية تعرفوا في الأراضي المقدسة كل الناس بتربى على الكراهية ولسية ما أنا شخص يعني لم أرى أهل أمي كانوا عايشين بحيفا في حرب الثمانية وأربعين راحوا على لبنان وطبعا لم يستطيعوا أن يرجعوا فالبيوت والأرض كلها اتخذت فطبعا شيء طبيعي يعني لما كانت الولد تقول أنا كنت ساكن بحيفا وبيتنا قريب على جبل الكرم الجبل الكرم المذكور في الكتاب هو يعني أحسن منطقة في العالم وأجمل بقعة في الأرض واليوم غير موجودة فطبيعي الشخص بيتربى على الكراهية والعداء ولكن بالأمان عندما سكن الروح القدس قلبي والرب يسوع غير حياتي صار عندي محبة لا أستطيع أن أستوعبها لا أستطيع أن أفهمها أو أعبر عنها وكل ما أقول أنه تغيرت حياتي من العداء والكراهية إلى المحبة حتى الأعداء ودليل على المحبة اللي غيرتنا حبائي الرب أعطاني رؤية لأول شخص في العالم العربي يبتدي أول برنامج تلفزيون مسيحي باللغة العربية لأنه عاوز الرسالة تصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس تختبر محبة المسيح هذه السنة منحتفل أربعين سنة على خدمة نور لجميع الأمم تخيل معي أربعين سنة رأينا ملايين أو خلينا أقول يمكن بطريقة متحافظة مئات مئات الألاف اللي أعطت حياتها ليسوع المسيح وتغيرت ليه أحبائي بسبب المحبة وأريد أنا أقول في هذا الصدر ليه أنت بتبشر بتبشر المسيح والمسلم وكل البشر دائما بيسألوني طب بشر جماعة تانين تعرفوا أحبائي أريد أن أقول إذا أنت فعلا اختبرت النور واختبرت الحق وإذا أنت فعلا تغير حياتك وإنت مدرك كل الإدراك أنه فعلا أنت كنت هالك بعيد عن الرب وأدركت أنه رب أعطاك حياة أبدية ويقين وضمان الحياة الأبدية عارف أنا لو هاي اللحظة مت عارف مصيري أنه رح أكون مع يسوع المسيح أكون أكبر مجرم أكبر مجرم أكبر مجرم في كل هذا الكون إذا ما كرست حياتي أنه أخبر عن كل واحد بيشاهدني أنه الرب بحبك الرب يسوع مات لأجلك وعك تسمع أخبار يحطه في رأسك وفي عقلك أنه المسيح لم يمت بدون أي دليل بدون أي برهان بدون ما يتعب نفسه أن يقرأ بدون ما يصلي بدون ما يطلب وجه الرب وبيقودوك القيادة عارفين عارفين مشان هيك بيمنعوك عن قراءة الكتاب المقدس بيمنعوك لألا تكون لك حياة أبدي وعك تسمع أنا يعني بخبرك بكل أماني تغيرت حياتي وأنا كنت بعيد عن الرب أنا هون بتكلم مش كنت مسيح ولا كنت مسلم ولا كنت ملحد لا ما كنتش ولا أي شيء من هؤلاء الثلاثة كنت يعني لا ديني ولكن غيرتني نعمة الرب وضع في قلبي محبة إلك أنت محبة لك شخصيا أن الرب حبك مش عاوزك أنك تهلك تهلك مش عاوزك تروح على جهنم النار على فكرة جهنم النار مش إلك معدل إبليس وملائكته ولكن الرب وضع اختيار وضع قرار من قديم الأيام قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة اسمع نصيحة الرب يقول لك الرب اختر اختار الحياة اختار الحياة لكي تحيى أنت ونسلك من بعدك ألم يقل الكتاب آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك تنقذ حياتك تنقذ بيتك تنقذ أولادك أحفادك إلى جيل الأجيال فإذن الموضوع في غاية الأهمية من محبة الرب اللي وضعها في داخلي في قلبي أنه أنا عاوز أقول لك أنه الرب حبك وعاوزك ما تهلك مش عاوزك تروح على جهنم عاوزك في هاي اللحظة تقول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ صليها قل له يا رب أنا أعلن توبتي بتوب أمامك غيرني أنا أرجع إليك صليها قل له يا رب يسوع ارحمني سامحني على كل خطية صليها قل له يا رب طهرني من كل إثم يا رب اغسلني بدمك الطاهر الكريم ولا أي غسلات وضوءات ولا أي شيء ممكن يغسل خطيتك إلا دم يسوع المسيح اطلب من الرب يسوع قل تعال يا رب أنا أقبلك تكون ربي ومخلصي تعال أملك على حياتي سود على قلبي مش عاوزة حط الكلمات في فمك ولكن الكلمة قريبة منك لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص إذن إذا أنت طلبت يسوع تأكد أنه خطيئك مغفورة أعطاك حياة أبدية صدق أول شيء لما بتقبل يسوع رح يكون حرب على زينك وشطار رح يشوشك يقول أنت فعلا أنت مؤمن ما هواش يعني مجرد مشاعر ولكن حقيقة لأن الكتاب يعلن لما بتقبل يسوع المسيح وبتسلم حياتك ليسوع أعطاك حياة أبدية خليني أسألك هذا السؤال هل عندك حياة أبدية هل لا سمح الله لو صار فيك أي شيء هل أنت مستعد تقابل يسوع لو الرب رجع في هاي اللحظة الرب يسوع في هاي اللحظة رجع هل أنت مستعد تتقابل مع يسوع هل أنت تستطيع أن تكفل أو تضمن يوم آخر كم من الناس اللي كانت ولا على بالها مجرد في لحظة سقطت وماتت ولكن الرب مش بس بغيرك بيعطيك حياة أبدية بيعطيك الضمان الأبدي وبيكتب اسمك في سفر الحياة السؤال هل تريد أنه اسمك يكون أو تختبر وتكتشف أنه اسمك مكتوب في سفر الحياة تواصل معنا عن طريق تواصل اجتماعي قول نعم أريد اسمي يكون مكتوب في سفر الحياة وهذا دليل وإعلان أنك طلبت الرب يسوع مخلص لحياتك العلامة الثالثة اللي كانت واضحة رب حض جوع محبة لكلمة الرب للكتاب المقدس يعني ما كنت صعب أترك الكلمة يوميا يوميا بالساعات أقرأ الكتاب المقدس فإذا تكتشف أنك أنت صرت ابن أو بنت للرب أنك خليقة جديدة أنه أصبحت يعني ملك المسيح عندك حياة أبدية تغيرت حياتك صار عندك ضمان الأبدية وإسمك مكتوب في سفر الحياة وكلمة الله بتشجع بتبني وبتأكد لك على هذا الموضوع بتمنى من كل قلبي أنه الكتاب يكون صديقك تحب الكلمة يعني أحببت شريعتك لأنها كل يوم هي لهجة بتخيل لو كل اللي بيشاهدوني بيقرأوا الكتاب المقدس أي عالم سنعيش فيه ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا طبعاً أنا تكلمت بشيء بسيط عن اختباري وكان واضح جداً أمام الناس اللي أنا عايش معها في بلدي في قان الجليل والكورة المحيطة الناصرة بحيرة الجليل بحيرة الطبرية كنت معروف لأني كنت ملاكم والناس شافت التغير في حياتي والرب فعلاً بمحبته جذبني وغير حياتي بالكامل فابتديت أشهد عن يسوع المسيح ابتديت أقرأ الكلمة يومياً ساعات وساعات والعلامة التالتة كان عندي ربحة محبة حتى للأعداء لكل الناس بدون أي تمييز ومن هذه المحبة أنا عن بشاركك عن محبة يسوع المسيح في بعض الشخصيات اللي تغيرت تغيير جذري في حياتها دعنا أتكلم عن الشخصية الأولى شخصية شاول الترصوصي شاول الترصوصي يعني من ترصوص الهيليوم في تركيا من مقاطعة كيليكية شاول كان ضليع في الثقافة اليونانية واللغات في تلك الأيام والفلسفات القديمة واتدرب عنده رجلي واحد اسمه جملة إيل معلم أعظم معلم شريعة من مدرسة هليل هو الحفيد الأصغر للمعلم الأكبر هليل يعني كان عنده كل الامتيازات عبراني فرريسي مختون من صب بن يمين يعني كل الامتيازات تقابل معه الرب يسوع على الطريق إلى دمشق شاول كان بيتطهد الكنيسة كان بيحط الناس في السجون كان عنده حقد مرارة على المسحيين وكان راضي بقتل الشهيد الأول اللي هو استفانوس الشهيد استفانوس اللي رجم عنده رجلي واحد اسمه شاول شاول الترصوصي رغم كل الامكانيات والبر وحافظ الكتاب من الجلد للجلد وانه كان ناموسي فرريسي بكل معنى الكلمة وكان بيعمل كل اشي من غيرته ومحبته لالله ولكن عندما تقابل يسوع معه وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني صعب عليك أن ترفس مناخس سأل شاول قال من أنت يا رب قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده اسمع ماذا يقول الرسول بولوس عن هذا الاختبار في تمثاوس الأولى لصاح الأول من آية 12 وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني أنه حاسبني أمينا إذ جعلني للخدمة أنا أنا الذي كنت قبلا لاحظ الكلام مع أنه كان 100% حافظ الشريعة ناموسي عايش بالبر أنا كنت قبلا مجدفا مضطهدا مفتريا ولكنني رحمته لأني فعلته بجهل في عدم إيمان وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص لاحظ الكلام ليخلص الخطى الذين أولهم أنا يعني أنا الرئيس أنا على قمة هذه الليستة واو واحد حافظ كل الشريعة وعم بيتطهد الكنيسة بإفراط يقول عن نفسه أنه كان مجدف كان مضطهد كان مفتري وطبعا فيه يعني أشياء كتير يتكلمها من خلال اختباره في العهد الجديد ولكن تخيل يقول كأنه ما فيش حد في الوجود الكلمة بتشهد أنه يسوع جاء ليخلص الخطى حتى لو كنت أنا لوحد رئيس الخطى أجى مشاني أنا وهذا إحساس كل مؤمن تتغير حياته بيشعر كأنه المسيح أجى خصيصا من أجله وعلى فكرة هذه شهادة يعني مش عارف إذا الوقت شهادة كتير من العابرين أنه من كل الخلفيات والديانات والطواقف اللي بتشهد كيف تغيرت حياتها والشهادة مشتركة كأنه أنا الوحيد في هذا الوجود الله بيحبني ويهتم فيه وأجى خلصني هذا ما فعلته النعمة بشاول الترصوصي اللي هو بولوس الرسول بقول أنه المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطى الذين أولهم أنا حبائي خليني أخد مكالمة معنا الأخ عدنان من سوريا أهلا وسهلا أخ عدنان أخ عدنان اتماعان على الهواء السلام الربي صلى المسيح القديم لك أخي الغالي المبارك حضر الفتسيس ميزار أهلا وسهلا أخ عدنان أهلا بيك حبيبي أصلي تكون بخير نشكر رب شكراني كتير سلام رب لك والقناة واللي بنامشكم المبارك نور الجميع الأمم شكرا أنا عدنان ربي بارك أنا عدنان من سوريا سبك أنا شاركت معكم في أبرى الهواء أنا بشكر رب لأجل هالفرصة لو فرصة قصيرة بشكر رب أني سمحت لأشارك معكم عبر الهواء حبيبي ربنا يباركك هذا شرف كبير إلنا يا أخ عدنان تفضل يا أخ عدنان شارك أنا حقيقة عدنان اسمي عدنان حميب من مدينة في سوريا أنا كنت مسلم يوم من الأيام كنت مسلم بسيط مثل بقى كل طبعا أنا من خلفية إسلامية قلت كردي مسلم كنت أصلي أصوم مثل باقي المسلمين المصطفاء أشكر رب القبير اللي خلاني أبحث عنه على الحق الإله الذي كنت أعبده أصلي أصوم الذي كنت أفكر أنه بحاجة إلى صلاتي بحاجة إلى عبادتي له الإله الذي كنت في عبادتي وفي فكر الإسلام كان بنظري أنه بعيد لكن أشكر رب عندما كلمته ونادأت الخالق من هو المسيح فأظهر لي ذاته بحلم بنور عظيم حرني عرف لي ذاته أن المسيح هو شخصه هو تجسده على الأمكان ليس نبي المسيح القبير هذا الشخص العظيم الذي خلاني أحب حتى أعدائي أنا الذي كنت ميتا ضالا ضعيدا جاهلاً عن معرفة الرب الإله الصالق العظيم ومثل ما مكتوب تبارك اسمه قال من يريد الأبن أن يعلن له فتعالوا إليه يا جميع المتعبين والستقنية الأحمد وأن أريحكم أنا أشكر رب أنه هاي الآية ليس غالية على قلبي مثل ما كل الآيات غالية ومباركة لأنني دائماً بذكرني الآية باختباري لما أتكلم بالخالق أسألتوا مين هو المسيح عرفني ذاته المسيح المسيح المكتوب كلماته المباركة طبعاً هو إله السلام ومعطي السلام سلاماً أطلق لكم السلام أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا هذا السلام الحقيقي اللي يتمتع به المسيح المؤمن اللي لا يمكن أن تجده في أو عند غير المسيح المؤمن السبب هو مصدر السلام ومعطي السلام الذي هو الرب يسوع المسيح القبير اللي مكتوب عنه سوءة الله الغير المنظور على الأرض كان ومجده برسمه دواري أخي عدنان يعني كنت تعاوز أقول أنه كلماتك أنه بالنسبة إليك اقتبست من بشارة متى في الإصحاح داعش إن أراد الإبن أن يعلن بعدين على طول الآية اللي بعدها تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم فإذن أنت اختبرت الإعلان يعني الشيء اللي صار معاك إعلان واختبرت راحة المسيح واقتبست الآية سلاماً أترك لكم اختبرت سلام المسيح أخي عدنان كتير من المشاهدين ولسيما أحبائنا المسلمين وإحنا عارفين إنه لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح يعني تتطلب إعلان كيف ممكن لو أنت عاوز تشارك أحبائنا المسلمين اللي مش عاوز يقرأ الكتاب عاوز الجادل عاوز عاوز إيه اللي ممكن يعني نوصل الرسالة لأحبائنا نعم أمين أخي الغالي المبارك حضرت فسيس مغار من المعلوم عند كل الشعوب والأمم وأي إنسان أنه لما بيتتلم الواحد مع الخالق لما الإنسان يكون في دي في ألام في أحتياجات البشر غير قادرين على تلبيت هذه الأحتياجات من المعلوم أنه الإنسان بلجأ إلى الخالق طبعا بمختلف بمختلف أفكارهم وطرق أعباداتهم للخالق ولجوءهم إلى الخالق مثل ما المعروف مثل ما قلت أنه الإنسان بلجأ إلى الخالق وأنا رسالتي كوني سبأ أنا عائد إلى الإله الحق مش عابر ربما البعض يسمون عابر من الظلمة إلى نور هذه عبارة كمان كلنا عابرون أخ عدنان كلنا أنا كنت عايش مثل ما ذكرت كنت عايش في الظلمة في الهلاك في بعيد عن الرب عايش في الخطيئة عايش في الضياع ما فيش عند الرب ما عندوش أي محاباة بفضلش المسيح أجل لكل العالم لكل البشرية لكل الناس فكل إنسان محتاج يختبر يسوع المسيح تفضل أخي عدنان نعم أنا رسالتي وأنا الذي كنت ضالا كنت ميتا والآن أنا حي بالمسيح والمسيحية المكتوب أني أنا حي وأنتم رسالتي رسالتي إلى كل إنسان على وجه الأرض في المسكونة بمختلف مع تقادلات يوم بمختلف طرق عبادات يوم خاصة الذين هم بعيدون عن الإيمان بالرب يسوع المسيح رب وإله ومخلص وأنه هو الله الذي قام رسالتي إلى كل أخوة يا أخوة أدعوكم أن تفتحوا قلوبكم أخي ويا أختي المسيح جاء لأجل ولأجل كل البشرية فاديا ومخلصا لجميع البشر آمين ومثل ما أطلوب ليس بغيري الخلاص آمين آمين يا رب شكراً كتير يا أخوة عدنان ربنا يباركك على المداخلة وبشكر رب من أجلك من أجل التغيير اللي حدث معاك من أجل مشاركتك معنا ربنا يباركك ويحميك ويستخدمك أيضاً باسم ربنا يسوع المسيح فإذن أحبائي يعني مهم جداً ندرك إنه إنه الله بغير من كل الشعوب من كل الأمم وكنيست الرب إحنا ما فيش اسمه عنا ما فيش اسمه دولة مسيحية أو شعب مسيحي عنا شي اسمه ملكوت الله ملكوت الله هو الذي يشمل جميع المؤمنين في كل أنحاء العالم من كل الخلفيات من كل الشعوب من كل الألسنة من كل الأجناس رجال نساء كبار صغار الجميع اللي اختبروا خلاص الرب يسوع المسيح وآمنوا بالمسيح وتوجوه رباً على الحياة والكيان وقبلوه مخلصاً شخصياً لحياتهم هذا الروح اللي بيجمعنا روح الله اعتمدنا لجسد واحد وسقينا سقينا بالروح الواحد لأنه نفس روح الله بيسكن في كل مؤمنين في كل أنحاء العالم سواء في اليابان في الصين في جنوب أمريكا في الهند في الخليج في في الأراضي المقدسة مسيحي مسلم درزي شركسي يهودي أي أي شخص هذا الخلاص يشمل الجميع فنشكر الله على نعمة الخلاص بواسطة يسوع المسيح لأنه الإنسان حاول حاول يخلص عن طريق التقوى والأعمال ولكن متى نصل إلى نقطة نقول أن الأعمال اللي عملتها تستطيع أن ترد الله والأصعب المفاجأة عندما نواجه الله وأنت لم ترضي الله فما هو إذن مصيرك حبائي كل شخص تقابلت مع يسوع المسيح اتغيرت في العهد الجديد يمكن في واحد كان غني ولما الرب طلب منه أن يبيع كل كل ما له مكتوب عنه مضى حزينا فطبعا قال يسوع يعني دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول غني إلى ملكوت طبعا يتكلم عن هذا الشخص اللي كان الإله بتبعه المصاري الفلوس بتعته فاستغرب بطرس واللي معاه فمن يستطيع أن يخلص سأله يسوع كان الجواب الغير مستطاع عند الناس والخلاص غير مستطاع عند الناس ما في إنسان بخلص نفسه ولكن مستطاع عند الله هاي هي نعمة الله وهذه هي محبة الله في اختبار قوي جدا في العهد الجديد وهذا الاختبار موجود في في إنجيل يحنى في بشارة يحنى في الإنجيل المقدس صحاح تسعة مكتوب أن يسوع كان مجتاز وطبعا شافوا أعمى مولود أعمى منذ ولادته فسألوا التلميذ يسوع يا سيد من أخطأ هذا أم أبواه حيث أنه ولد أعمى أجاب يسوع وقال لهذا أخطأ ولا أبواه ولكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال أبي مدام نهار قبل ما يجي الليل طبعا يرمز ذا الظلمة تفل على الأرض وصنع من التفل طين وطلع عيني المولود أعمى يعني حط عليه طين وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوة مش بعيدة عن المنطقة فذهب ونتعارف أنه المي تذيب الطين ولكن اتفتحت عيونه وحدثت المعجزة حدثت المعجزة قامت الدنيا وقعدت ليه لأنه طبعا يعني كان بهمهم موضوع السب سألوا كيف انفتحت عيناك شوف التدرج بالإعلان قال إنسان يقال له يسوع لأنه مش عارف مين اللي فتح عينيه قالوا بعدين قوم من الفرسين قالوا هذا الإنسان ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت فطبعا قالوا للأعمى وأنت ماذا تقول عنه الأعمى قال إنه نبي يعني حط المسيح في مصاف أو في منزلة الأنبياء فطبعا اتعاهدوا إنه إذا أي شخص بيعترف إنه يسوع هو المسيح لأنه فتح العيون هي من اختصاص فقط المسيح 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 المسية بحسب نبوات العهد القديم استدعوه ثانية وهذا اللي عاوز أصله قالوله إحنا نعرف إنه هذا الإنسان خاطئ فأجابه وقال في آي خمسة وعشرين يحنى التسعة أخاطئ هو لست أعلم إنما أعلم شيئا واحدا إنه كنت أعمى والآن أبصر وهذه شهادة الأجيال كنت أعمى من غير المسيح يعني كتير مرات لما بولوس اتكلم إنه فعل هذا عن جهل ولما بوتروس قال لليهود أنتم بأيدي أثمة صلبتم ولكن أعلم أنكم بجهالة فعلتم عن جهل يعني ولكن هذا كان يعني مسلم بمشورة الله المحتومة يعني كان لازم يتم بغض النظر حتى لو اجتمع اليهود والرمان على صلب المسيح ولكن هاي كانت مشورة الله المحتومة ولكن الشهادة كنت أعمى والآن أبصر طبعا طرد من المجمع وجدوا يسوع المسيح وسألوا أتؤمن بابن الله أجاب وقال يا سيد من هو لأؤمن به أجاب يسوع وقال الذي يتكلم معك هو هو نفس الكلام عن يهوى في سفر الشعياء أو في العهد القديم آمن وسجد للرب يسوع المسيح هاي شهادة الأجيال كان ابني ضالا فوجد ميتا فعاش كنت أعمى والآن أبصر وهنا أحبائي أريد أن أخذ مكالمة أيضا من الأخت فوزية من إيران أهلا وسهلا أخت فوزية انت معان على الهوى أهلا 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 أخت فوزية مرحبا سلام المسيح سلام المسيح معك الرب يباركك الله يخليك أنا إيرانية بس عشت بدول عربية ودنمار الرب يباركك يا أخت فوزية أهلا يا ربي أشكرك على المعمل وصلك إلي أنا صابئية كنت الرب يباركك صابئية يعني كانوا كانوا من أتباع يحنى المعمدان من دائين من دائين صابئية أيها فرقة من يحنى المعمدان بس شنة نقرأ الكتاب ولا نسمع ما يدخل شانب عقلي بس ظهر للمسيح بالسنة 2000 ظهر للمسيح وبدأ يظهر لي وقال أقري الكتب صرت أقرأ الكتب يعني مختلفين أقرأ مفتهمة وهو المسيح بعد الهسة من أصلي أشوف يجري لي رؤيات أشكرك يا ربي أشكرك بتحت عيوني كنت عمية عمية وبصر والحين بصرة أشوف كل شي كل شي يعني أنا أتكلم مع أبشر والصابئيين ما يقبلون يعني أنا أحسن يعني راحين يهلكون الصابئيين ما رايح يجون للمسيحي قلولي لا تتكلمي لا تحكين يعني أنت إجئتي بس إنت لا تحكين قلت له ما أقدر أنا أنا شفت المسيحي خطايا ذول المساكين لازم يعرفون الشباب والشابات الصابئية لازم يعرفون الحقيقة لازم نعرف الحقيقة آمين آمين يا أخت فوزية الصورة على النعمة لوصلتها إلي يا ربي إشكت حلو إنت فرحان بي وأريني مصدقني من من شفت الهسة طبيب ما أروح بعد صعلي عشرين سنة ما أروح للطبيب مجدا للرب يا أخت فوزية ربنا يباركك حتى الدكاترة هنا يودوا لي رسالة يقلولي بدي لطبيبك وما قاعدة تجين قلت أنا بالمسيح ما ما عندي شي آمين آمين ما عندي شي ما عندي شي مريضة أشكر الرب يسوء نعمة نعمة أطلع بالشارع أبشر فيه آمين آمين أخت فوزية ربنا يباركك أمري صغيرة أنا كبيرة هم يعني فوق 60 أكثر من 60 ربنا يباركك ويعطيك الصحة والعمر وربنا يستخدمك الأجيال ربنا يباركك أخت فوزية نشكر رب من من أجلك طبعا واحدة من الشهادات العظيمة الإمرأة السامرية إمرأة سامرية في بشارة يحن صحاح أربعة كان عندها خمس أزواج والسادس اللي معها مش زوجها تقابل معها يسوع عند بئر صخار يعني قريبة على نابلس أو اليوم هي في منطقة نابلس في فلسطين وهناك دار الحديث في أي أربع مكتوب عن يسوع كان لابد له أن يجتاز السامرة شعب السامرة كان بعيد عن الرب كان يسمى غريب الجنس وكان مكروه من اليهود وكان في عداء مع السامريين الرب يسوع كلمها عن الماء الحي عن الماء الحقيقة بتقوله كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية لأن اليهود لا يعاملون السامريين أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا فطبعا استمر الجدل بعدين قال في آية 14 ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا هون كلام يسوع فلن يعتش إلى الأبد بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية وبعدين اتكلم عن العباد الحقيقي قالت له المرأة أنا أعلم أن مسيح الذي يقال له المسيح يأتي فمتى جاء ذاك هو يخبرنا بكل شيء كانت تنتظر المسيح مع أنه عايش في الخطية وبعيد عن الرب ولكن في قلب قلبها في صرخة بحث عن يسوع المسيح مشان هيك المسيح ما بيترك أي إنسان بيمحرث عنه قال يسوع أنا الذي أكلمك هو تركت الجرة وركضت إلى المدينة قائلة هلما أخبركم إنسان قال لي كل ما فعل العل هذا هو المسيح وفعلا أجد البلد كلها آمن أكثر جدا بسبب كلامه ثم قالوا هذه الشهادة عن يسوع لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم هو ليس مسيح اليهود فقط مسيح السامريين مسيح العالم كل الشعوب وكل الأمم ما تخلي الشخص يخدعك يقولك يسوع بس أجل بين إسرائيل لا المسيح مخلص العالم لأنه هكذا أحب الله العالم تعرف حبائي في واحد كان ملبوس شياطين في مرقص خمسة لاجئون يعني حوالي ستة تلاف شطان ولما أخرج الشياطين قال لي يسوع أتبعك قال له يسوع بل اذهب وحدث بك مصنع بك الرب ورحمك وخبر أهل بيته وخبر في المدن العشرة اللي هي في الأردن تسعة في الأردن ووحدة في فلسطين اليوم فإذا وصل البشارة لأنه هاي الشهادة تستمر وأنت أكيد تشهد عن يسوع شعمل معاك عارف مش كل واحد بيكرز لكن كل واحد بيشهد عن يسوع المسيح الشهادة هي استمرار لملكوت المسيح والشهادة هي التي تدمر الشيطان وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت فإذن شو عليك علينا أن نتوب التوب هي تغيير الفكر وهي عملية فصل رجوع إلى الإله ولكن عملية قطع فإنت اليوم عاوز التوب لازم تقطع العلاقات اللي بتوصلك للخطية يمكن علاقة خاطئة علاقة جنسية علاقة إباحية مستعبد للصور والشهوة للأسف 80% العالم العربي متدين 80% كمان نفس الأحصائية بتقول أنه بشوف برامج خلاعية أو إباحية مستعبد للكحول للمسكر مستعبد للتدخين مستعبد للمخدرات مستعبد للشهوة مستعبد للزنا مستعبد للسحر لازم اليوم إذا أنت بتتعامل مع أسحار مع تعويذ مع شعوعزات مع حجبات كتبات احرقها اليوم وسلم حياتك ليسوع المسيح عملية قطع عملية فصل تام بالكامل وإتبع الرب يسوع المسيح مستعبد للغناء مستعبد للأفلام مستعبد لأشياء كتيرة مستعبد لكلام القبيح لكلام الثرثار والقرقار والمذم والشكاية مستعبد بالحقد مستعبد بالكلام الرديق مستعبد لأشياء كتيرة تعالي اليوم قولي يا رب سامحني اغسلني بدمك الطاهر الكلام اغسلني يا رب أنا أريد أن أبتدي بداية جديدة صلي يقول يا رب أنا بعترف اليوم بعترف بكل خطية وعاوز أعمل قطع كامل وبغض النظر إذا كانت التعويز من ذهب ولا من ألماز ما بهمنيش يمكن دوبها وغيرها أو ارميها المهم أنك تعمل قطع من الأفضل أنك تنال الملكوت من أنك تتمسك بهاي القشور العالمية اللي بتستعبدك وبتبعدك عن الرب مستعبد للظلمة مستعبد لأمور كثيرة اللي بتمنعك أنك تقترب إلى الرب يسوع المسيح مستعبد للبر الذاتي لكبرياءك لحياتك بتهتم بالاعتبار بتهتم شو الناس بتقول عنك شو بتفكر عنك مستعبد لأشياء كثير وبتخسر أبديتك اليوم أنا عاوزك تربح الأبدية عاوزك اليوم تدرك أنه الله يحبك الله لا يريد أي شخص أن يهلك الله يريد أن يعطيك الحياة الأبدية يريد أن ينعم عليك من خلال يسوع المسيح وعندما تقبل وتقبل إلى يسوع تتغير حياتك ربنا بيغفر خطيئك بيعطيك الخلاص الكامل بيعطيك ضمان الخلاص كما قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا وتدرك أنه اسمك مكتوب وأنك أنت مختار قبل تأسيس العالم بتشكر الرب أنه اسمك مكتوب في سفر حياة ومثل ما ذكرت في الحلقة إذا أنت اليوم فعلا عاوزها تكون علامة أنه اسمك مكتوب في سفر حياة ابعث رسالة ولو كلمة أو كلمتين وعاوزين نصلي معاك ونتابع معاك من ناحية روحية بصلي أنه الرب يباركك ويبارك أسرتك ويبارك حياتك إلى اللقاء اشتركوا في القناة